البنوك العمومية البنوك العمومية برشة الناس يقولوا في حالة إفلاس ولا في حالة خسارة غلط فمشكون يعطي 500 بالنسبة لشركة نصر البنك يعطي 250 210 بالنسبة البيهاش البنك الوطني الفلاحي ما زال مبدايا ما تحصرش الموضوع الكل لأنه في انتظار أنه تفوت تقريبا في 300 مليون دينار من أصولها ومن مساهمات عندها في بعض المؤسسات اللي حابيتم نقول أنه المؤسسات ما تعنيش البنوك العمومية ما تعنيش من الخسارة وما يجعلها شكل إفلاس هي تعاني من عجز تم فرق كبير بين العجز والخسارة شنو معناها العجز وانا الكلمة هدية خوفتني برشة وتعبتني برشة لأنه خلقت بنيك معنى خلقت نوع من الارتباك عند المتعملين مش حتى المتعملين انتوانسا لو حتى مع المراسلين الأجانب حتى مع الشركاء حتى في السوق النقدية غيره وهذا كان أمر خاطئ للغاية اليوم عنا عجز به ما تفقين فيه تقريبا العجز اليوم وقع سد الثغرة هذه بمقييمة 869 مليون دينار بالنسبة لشركة تونسية البنك وبالنسبة لبنك الإسكان على ذوق تقرير منتع تدقيق قاموا به ثلاثة مكاتب عندهم سيت عالمي والمكاتب هذه اشتغلت يعني في تونس المدة طويلة لحد الماء تقريب فوق العام ونصف وكملت تدقيقاتها عام 2012 واخر بداية 2012 وخرجت التقرير فيه تقريب يمكن حتى ألف صفحة مع الأسف التقرير هذي موش متاح واحنا نلومه اللي هو موش متاح لأنه من باب الشفافية أنه يكون متاح للناس الكل حتى الأعلامة لأنه ثم أموال عامة لأنه ثم كذلك حسب مفهمنا أنه التدقيق خرج ثلاثة نقاط هامة أنه ثم خلل في النظام الرقابة الداخلية ثم إشكاليات في النظام المعلوماتي وثم إشكاليات في التنظيم والمورد البشرية بغلاف بتبيعة الحال نوع من الإشكاليات في المعايير اللي يلزم تتبعها البنكة البنوك هذه في المؤشرات المتاحة اللي هي بالأساس مؤشرات السولة كما قلنا وكفاية رأس المال ومؤشرات دول المتعثرة والمدخرات أول منشط للسوق البنكية شمعت السوق البنكية هي السوق اللي موجودة على مستوى البنك المركزي وليقع فيها تبادل الأموال بين البنوك أكثر بنوكة عندها سيولة وأكثر بنوكة عندها تبادل الأموال بين اللي هنا تتعامل مع مؤسسات عمومية خاصة وفيها سيولة وما يشبه السيولة هي تقريبا البنوكة العمومية وبالتالي مربوطة برشا يعني الله لا يقدر لو كان البنوكة العمومية تيقع فيها إشكالية كلكونك رانداون مثلا كيما صار في اليونان يعني تتيح الجبدان نهيار الجبدان سحب مكثفة وما إلى ذلك إيش يصير؟ تصير أزمة نظومية يعني القطاع الكل يتيح ذلك عليش اليوم نحكيه وعلى أهمية كبيرة المبلغ بتاع الرسم اللي هو ألف ومئة مليون دينار بتبعت الحل سما جزء بش يتضخ مباشرة من قبل الدولة ولكن ما ننساوش اللي تم مساهمين خواص وقت اللي يقع الترفيع في رأس مال يكون عندهم حق الأفضلية في الاكتتاب هذا يبيعوه في البورصة إذا كان تمت العملية في البورصة على نحو الأمثل رغم للبورصة راي ضعيفة في تونس ما تتحملش مبالغة كبيرة وقتها بتبعت الحال يقع ضخ الأموال ديك منه الجديد ويقع الختم بتاع العملية بشكل نهائي وإذا كان موقعش الاستكمال بتاع العملية في البورصة تولي تاخد الدولة على عتقها تشري حقوق الأفضلية في الاكتتاب من عند المساهمين لقدم وبتبعت الحال الضخ هي الأموال البنكة هي مرئات تعكس كما الكاميرا اللي قدامي تعكس صورتي كان صورتي حلوة تخرج حلوة كان الصورة متوسطة تخرج متوسطة هالمرئات هذيش عكسة عكسة صورة اقتصادية في وضعية ركوت بالتالي بدأت تتفاقم المشاكل وبداية البنوك تتوجه أكثر إلى البعد على المخاطر وتعطي في قروض الاستهلاك قروض الاستهلاك تطورت ما بين 14 جان فيه حتى اليوم بـ 60% رقم قياسي ما هو موجود في حتى بلاد في العالم 17 جنال في 598 مليون دينار حسب المذكرة الإحسائية عدد 183 للبنك المركزي التونسي عام 1999 فمزوز بنوك البنك الوطني لتمويل الاقتصاد التونسي اللي بدأت وبنك التنمية السياحية هذو موزوز بنوكة عن هيوم الإشكاليات لأسباب موضوعية ارتفاع هوامش الفوائض ضعف النشاط بداية معناها انحسار نشاط السياحي انحسار نشاط الصناعي إشكاليات مع حرب الخليج الاخيرية هوامش الفوائض مرتفعة البنوكة دي وصلت الصعوبات إلى حد الإفلس وكان ثم خيار واحد قدام الدولة تونسية اللي هو يما تفليس وقال لا ضمها مع بعضها ويقع دمجها من قبل بنك كبير عنده لقصص المالية الكافية بشي استوعبها اللي كانت شركة تونسية البنك بتبيعة الحال الشركة تونسية البنك وقتها مع ابو نوك أخرين زادارة ومنساوشها ورثوا حجم كبير برشا من تقريبا الديون سياحية بالأساس والديون أخرى وصلنا حتى الـ 1200 مليار تقريبا هذا رزن القطاع البنكي العمومي ورزن حتى القطاع الخاص لأنه اللي تعرف الدولة السياحية موزعة تقريبا معناها فما 60% عن الزوز بنوك اليوم البنك الإسكان وشركة البنك والباقي موزع تقريبا على القطاع ككل تقريبا تسير كأي مؤسسة عمومية وتسير بطريقة ثقيلة وفيها شخص بركة يتحكم في كل شيء تقريبا اللي هو رئيس المدير العام اليوم منهجية جديدة أنه بش نعمله مدير تنفيدي ورئيس مجلس الدارة على الأقل بش نفسله أوليجان وكذا بش نفسله مع أنت أطر الحكم في وسط المؤسسة هذه اللي حبيت أن نقول اليوم الوضعية متاع البنك ميش كالي فيه لكن فما إشكال بقول صراحة التدقيق الساعة هو جاء يخدم على قبل 2011 على أساس أنه ما كانوا ما ثم مشاكل كان قبل 2011 اللي هو مش صحيح نبقى نرجع ديما رأوا المسألة الدقيقة اللي يحسب الحساب عام 2012 يجب ما يعرف اللي بين 2012 وال2016 يقول الحساب بتبدل وال2015 عنا تقول بريس كفية 2016 مع قوت معتش نحكيه على 2015 ويدزم يحين المبلغ هذي عليش خاطر راحنا نتوقع أنه القتاع السياحي بالذات الـ الديون بتاعه مش تزيد ومش توصل القائم بتاعها الكل لـ 2000 مليار بين 1700 و2000 مليار الرقم هذا أول مرة نقوله في وسائل الإعلام بين 1700 و2000 مليار وانت بيش زيد 1200 مليار بش يقديم عندك نقص ستمية مش عملنا جاملية؟ المفروض أنه الرسم لا تكون في 1700 2000 1300 باي الدولة تونسية ما عنداش فلوس فاش تفكر تعوى الدولة تونسية حق الحق يقولوا بش ندخلوا معنا شريك استراتيجي تقني يأهل البنوك هذه ويحسنها حسن فيها نظام معلومات ويحسن فيها تصرف الموارد البشرية الحاكمة وتصرف المخاطر هذو ما اللي كتخفوا ليه اللي بش يخدموا عليهم لكن أنا في تقديدي وقت اللي بش يدخل الشريك هذي بنسبة 15% من رأس المال وباك الدكسيونير بعدها بعد 35 يخرج هل أنه هذا ينجم يؤدي في نهاية الأمر كمسيرة نحو الخوصة بالمعنى الشامل للكلمة أو لا؟ يبدو لي أنه توجه العام للحكومة بشكل عام ما يشير الخوصة لعدة أسباب وقت اللي تقرأ اليوم وتشوف القوانين اللي قاعدة تتمرر برمتها الشاركة بين القطاع العام والخاص قانون المنافسة والأسعار اه الاتفاقية متاع الالكاء اللي بشيقة المساطقة عليها هذه الاتفاقية تتبادل الكل والشامل والحر اللي هي بش تحل قطاع الخدمات وتحل التملك وغير 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 نحس أنه ثم منحة نحبش نستعمل كلمة لبيرالي منحة متاع تخلص الدولة من كل شيء بنوك هذية هي اللي بغا فنانسية اللي تاع هي اليد الطولة المالية للدولة يعني نهر اخر ما كش بش تلقى شكون بش يقف مع مثلا شركة نقل تونس ما كش تلقى شكون بش يقف مثلا في مشاريع كبيرة متعبونية تحتية ما كش تلقى شكون بش يقف مع قطاعات محورية في بعض الوضعيات مع أنت تستحق إعادة جدودة أو غيره بمسبة للمبلغ اللي وقع رصده اللي هو من المورد الذاتي لده مباشرة يعني مش جيع الحساب للستثمار العمومي مع أنت الدولة اللي هي تعمل في ماش تعمل في ماش تعمل في يعني الدولة قادة تنقص من شيرة من الاستثمار العمومي اللي هو دورها الحقيقي وقادة تعمل في انحسال الاستثمار معتها تنقص في الاستثمار على حسب مؤسسة اللي هي استراتيجية بالنسبة لها ومثا مش إرادة خاصة مثلتنا لا لي حل مشكلة تشعب متع نظام الجي باية مورد الدولة قادة تتيح بنسبة 0.4% في أخر جوان الاستخلاص ضعيف برشا الدولة اليوم تلوج على موارد حقيقية حقيقية تلوج على موارد اصطناعية وقت اللي نخدم على اصطناعي انا اش نعمل لنا نجل المشكلة لا اكثر ولا اقل تقريبا اليوم نحن في الارتجال التام على مستوى الاختيار الشريك التقني من بعده شريك استراتيجي اكيد هذا علاش ما عملاش قطب مالي موحد يكون افضل وخير يدعم الصلابة المالية للدولة علاش ما لوجناش على موارد ذاتية حتى بشكل اخر علاش ما لوجناش على امكانيات حتى للمساهمة بتاع الاجراء في وصل البنوك هذي يعني يدناجم يتطرح الموضوع المسألة بشتاخه وقت اللي يزين تاخده الوقت هذي ما يتمشيش مع الظرف اللي فيه البلاد التو انا نمشي معاقل ما ابعد انه المناخ السياسي اليوم في تونس المناخ غير ملائم لأي عمل اقتصادي او مالي حتى في القطاع الخاصة لانه طالما ما عندكش مجالة استثمار طالما ما عندكش استراتيجيا طالما ما عندكش رؤية واضحة للمستقبل كيفش نجي نتمول وشكومش نتمول مش نتموله الفراغ انا اليوم عنا استثمار تقريبا معطل بالكمل طايح بثين ربعين في المياه هذي في الاجنبي في المحلي تقريبا حاسب سيل حبيب السيد يقول طايح بثين وعشرين في المياه هو اللي صارح بالرقم مباشرة والارقام كانت متضاربة مع الارقام تاع ويكلت نهوض بالصناعة وتجديد يعني من نجموج نحكيه على استثمار واستهلاك وتصديد اللي هي محركات النمو وعندك انت في المقابل سوق مال تقريبا في حالة ركود تام وقال ليستنى في انعاش يأتي او لا يأتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر